واللي عمله الأستاذ يهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكورة اتحاد اللي هتنتهي ولايته إن شاء الله تعالى عشر ديسمبر يعني برضو ايه نصبر شوية كلها أهلم إن شاء لا ما عشان كده قات تعارف عشان كده قات عشان كده قات أنا ماشي يعني لا هو اللي جوات هلع بقى قبل كده كانش بيقول تم تخيلين عضو اتحاد الكورة يكلم بالوضوح ده في اتهام لعب بالتخلي عن تمثيل بلده نسمعه عايز أعرف حجم الإصابة اللي لحقت بإمام عشور وحنتأكد منها إن شاء الله تكون سليمة لأن البعض البعض قبل المباراة همس في أذن كده وقال لي أنا بتوقع إصابة إمام عشور في الشوت التاني حصل واحد من الأصدقاء المقربين قال لي بقولك من دلوقتي إمام عشور حيصاب في الشوت الثاني قلت له ها أنت بتضرب الودع ولا صغف الله العظيم بتطلع على الغيب قال لي طيب خد مني وحتشوف إمام حيصاب ولا لا فقلت له ليه قال لي إصابة إمام حتكون عشان منتخب مصر الهالي بالنص الهالي بالنص فأنا كنت جاي على القناة وأنا في العربية فبشوف أو بسمع المتش من خلال الراديو فقال إصابة وحملة على النقالة فأنا قلت ده إمام عشور فلقيت المعلق بيقول إمام عشور فتحققت نبوءة صديقي اللي قال لي قبل المباراة إن إمام حيصاب في الشوت الثاني هو الحقيقة بس أنا مش فاهم هو إمام عشور يدعى الإصابة عشان ما رح هو ما هو قبلية ما رحش منتخب مصر كان مصاب ما كان سليم ما خاء يعني هو يعني إيه إنت ليه وخدها إن إمام مش عايج يروح المتخب هو لم يتم اختياره وهو سليم فإذا كنت أنت تستشعر أنه كان مظلوما وقياسا عليه إنه هو بيردها ده مضيع خصتك أنت أنت راجل عجل اتحاد كورة بس إنك تطلع تقولها بالطريقة دي أستاذ إيهاب لا ما كنتش حتقولها لو فاضل لك سنة ولا تنين ربما استعلى فكرة محسين الشاحات مش مصاب وكابتن حسام ما خدهوش مقافشة مش مصاب وحسام ما خدهوش وغيره هي الفكرة كلها إيهاب الكومي بيقولك عايز أعرف حجم الإصابة يا راجل ده سهل جدا سهل عليك قوي سهل أن أنت ترفع السماعات تكلم الدكتور محمد أبو الحل وأنت تعرف ليه مالإدارة المنتخب طبيب المنتخب تقوله أكد لنا موقف إصابة لا هو كالتحاد كورة حتى كالتحاد كورة وكمسؤول في اتحاد الكورة عايز يتبين من موقف لعب كالتحاد كورة أنت من حقك تعمل ده على فكرة بس مش تشنع عنده جمهور لا تسأل طبيب المنتخب هو اللي بيتواصل مع طبيب النادي ويقول لك إيه حجم الإصابة ده بساطة يعني ده في حالة لو كان فيه رغبة أن يروح المنتخب مؤكد كان الجاذي الفني حيتواصل عشان نعرف حجم الإصابة لو هي عادة 48 ساعة كان هيخف لكن ما هم ممكن يكون كويس إنها جات كده والليلة مشت كده إن فيه إصابة يعني لكن أنت إيه اللي أنت تعرف ليه بمناسبة إيه إعلامي ولا عدو واتحاد كورة عدو واتحاد كورة روح ناقش الجهاز الفني أنتو ما اشتكتوش ليه أنتو ما طلبتوش ليه أنتو كنت عايزينه أو مش عايزينه أنت عملت تفترض افترضات وترد كما لو أن المنتخب أنت اللي بتحطه المنتخب له جهاز يا أستاذ هاد هذا الجهاز ما دايقش ما اشتكاش ما عاقبش لم يكن معنيا أن يسأل ويعرف حجم الإصابة وأنت حتى بتحرج الجهاز الفني وهو الدكتور أبو العيلة التواصل مع الدكتور أحمد جبالله حوالين المصابيين لأنه كمان رمضي عبيع ما هو كان بيختار دايما وكان مصاب لكن هي الفكرة على فكرة يمكن دي برضو من الحاجات الكويسة في القائمة اللي تقدم بها المونتس هانا بوريدة إن محدش فيهم بيشتغل في الإعلام لأنه الدوبلي كيشن اللي حاصل ده اتكرر مع نمازك قبل كده كتير والخلط ما بين مقعد الاتحاد ومقعد المزيع ودايما كانت بتعمل مشاكل كتيرة أحمد حسام ميدو زعل من اللي قاله إيهاب الكومي ووجه له اللون برضو نشوفه إذا كمل معاك مع اتحاد الكورة ورأيك في تصريحات الأساس إيهاب الكومي عن إمام عشور إن واحد من أصدقائه قاله ده إمام هيتصاب وإنه لقى وهو ما يشي سمع عن إمام تصاب وكده تصريحات غير موفقة لا تصح أن تخرج من عضو مجلس درات تحاد كور مع احترام الكبير المهندس للأساس إيهاب الكومي هو رجل في الأصل إعلامي صح؟ مزبوط يعني كلام النهاردة هل أنت دخلت جوه نيت وقلب إمام عشور؟ طب هل أنت فعلا صاحبك قالك كده هل ينفع أن أنت تطلع تقول كده؟ لا وفي نقطة تانية كم مهمة جدا أنت في موقع مسئولية تقدر لا في نقطة كمان مهمة جدا أنت في موقع مسئولية الموقع ده يتيح ليك أن أنت تطلب من الجهاز الطبي لمنتخب مصر دكتور محمد أبو العنى ده إجراء كشفة طيبة على إمام عشور صح بس يعني كنت كتمتها ما طلعتهاش وودت لو ده حقيقي يعني القصة دي تمام يا كابتن حسام يا دكتور محمد كذا كذا نعمل كشفة طيبة ما هي القصة الحقيقة إبراهيم؟ إن صاحب الأستاذي بقى هابب كومي قال له إن إمام عشور يطلع ما أصلا لما ده يتدور على القصة الحقيقية ما هيش قصة حقيقة طيب ميدو قال له ما يسحش يعني في النهاية أي حد أي حد يعني مهما كانت درجة تعصوبه مش هيقبل أن عد مجلس دار يطلع يلاقح كلام على على لعب الوضوح ده هت بتحرض عليه يعني عايز إيه ما هو الجدوى من كلامك يعني بتحرض عليه ترجمة نانسي قنقر